موسيقى السلام عليكم ورحمة الله روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله لقد أتتني وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك قال ابن حجر العسقلاني وهي راغبة أي طالبة لبر ابنتها لها خائفة من ردها إياها خائبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى قضاء ربنا في أخطر قضية في حياة الإنسان وهي إفراد العبادة له جل جلاله وأمره بعد ذلك بالإحسان للوالدين دليل على عظيم شأنهما لم يكتفي القرآن بالأمر بالإحسان بل أعطانا صورة من صوره وهي الترفق بهما بالقول حتى نهانا عن قول أف فهذا قول ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لقد ذكرك القرآن الكريم بأمر أنت لم تشعر به أبدا ولم تذق شيئا من عذابه حين كان بطنها لك وعاء تخيل لو أن أحدا كلفنا بحمل حقيبة وزنها ثلاث أو أربع كيلوغرامات مثلا مدة تسعة أشهر وطلب منا عدم تركها أبدا لا عند النوم ولا في الصباح ولا في المساء ولا عند الفراغ ولا عند الشغل بالله عليك تخيل مقدار هذا التعب والنصب ولم ينتهي الأمر هنا يصبر بل قالوا لك بعد ذلك بعد نهاية الأشهر التسعة نريد منك الانتباه إليها ورعايتها فلا تغفل عنها في ليل أو نهار ماذا كان ليصيبك؟ تلك أمك التي حملتك تسعة أشهر وأرضعتك حتى قوي عودك واشتد عظمك أمثل هذه تعقها وتصرخ في وجهها وتفضل زوجتك عليها؟ لا بل ولا ترضى منها أن تصرخ في وجه ابنك الصغير أو ابنتك ليتق الله أهل العقوق وليعيد النظر وهنيئاً لمن كان والداه أو أحدهما حياً فظفر بحسن البر بهما أبواي لو جادوا علينا بالرضا يكون الطريق إلى الجنان ممهدا فأخذت منكم ما يجب وزيادة وكأنكم أنجبتموني واحدا قد كنت أطلب ما لكم تعطونني لم تبخلوا لم تجعلوه محددا وَبَدَى عَلَيْكُمْ إِنْ مَرِضْتُ كَآبَةٌ وَبَدَى عَلَيْكُمْ إِنْ مَرِضْتُ كَآبَةٌ وَإِذَا شُفِيتُ يَزُولُ عَنْكُمْ مَا بَدَى فهذا قول ربنا جل وعلا وَوَصِّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامٍ أنا اشكر لي ولوالديك إليه نصير وهذا قول ربنا جل وعلا وَوَصِّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أمران متلازمة لا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا لحكمة ربانية أعني بذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بِرُّوا آباءكم تبرُّكم أبناؤكم لأن الجزاء من جنس العمل يقول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون قال أبنه كثير رحمه الله إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا أي محسنا إليهما يقول الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية دليل على أن صلة الأبوين واجبة ولو كانا كافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين وإلانة القول لهما والدعاء إلى الإسلام برفق اللهم اجعلنا ممن وفقته لهذا الخير جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك رواه مسلم أوصاه بالأم وأكد حقها في حسن المعاملة ثلاث مرات بيان لفضلها على سائر الأقارب دون استثناء ثم سأله ثم من قال ثم أبوك فكرر صلى الله عليه وسلم حق الأم ثلاثا وذكر حق الأبي مرة واحدة ولعل ذلك لكثرة أفضالها على ولدها وكثرة ما تحملته من المتاعب الجسيمة والنفسية أثناء حملها به ووضعها وإرضاعها له وخدمتها وشفقتها عليه عن أبي بكرة نفيع بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزر فانظر كيف قرن الله عز وجل العقوق بالإشراك به كما قرن الإحسان إليهما بعبادته وحده جل جلاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه رواه مسلم البر هو الصدق والطاعة والصلة والإصلاح والتوسعة في الإحسان إلى الناس وأيضاً البر هو العمل الدائم الخالص من المأثم ومن أسماء الله سبحانه وتعالى البر أي الصادق فيما وعد أولياءه وأما لفظ البر عند الفقهاء فهو اسم جامع للخيرات كلها ويراد به التخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس وذلك بالإحسان إليهم وصلتهم والصدق معهم والبر مع الخالق بالتزام أوامره واجتناب نواهيه البر الإحسان بالقول الليّن اللطيف وتجنب غليظ القول الموجب للنفرة واقتران ذلك بالشفقة والعطف والتودد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات البر طاعة الوالدين وصلتهما وعدم عقوقهما والإحسان إليهما وإرضاؤهما وذلك بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثما بر الوالدين فرض عين على كل مسلم ومستمة فالبر بهما من أفضل الأعمال المقربة من رب العالمين جل جلاله بل قرن الله عز وجل شكرهما بشكره فقال سبحانه أنشكر لي ولوالديك إلي المصير البر بالوالدين لا يختص بكونهما مسلمين بل نبر بهما وإن كانا كافرين فيجب برهما والإحسان إليهما ما لم يأمرا بالإشراك بالله أو ارتكاب معصية وإن وقع وأمراك بذاك فلا تطعهما ولكن لا تغلظ عليهم القول بل قل لهما قولا لينا يدل على الرفق بهما والمحبة لهما استمع إلى أي نصح يأتيك من والديك واطلب منهم المشورة في أمورك واخذ برأيهما إن كان صوابا فإن لم يكن صوابا فاسمعه ولا تظهر لهما أنهما مخطئان فإن كان ما أخطعا به أمرا دينيا فحينئذ أظهر لهم الصواب برفق ولين وأدب وإياك ثم إياك أن تظهر لهما أنك مستغن عن مشورتهما فذلك يجرحهما ويدخل الحزن على قلبيهما لا تظهر الاستغناء عن احتياجك إليهما حتى مع كبرهما وعدم قدرتهما على خدمة نفسيهما احرص على معرفة رغباتهما وما يتمنيان واحرص على تلبيتها لهما يصبر على تغير نفسية والديك وتغير طباعهما إذا كبرى وتذكر أنك ستكبر يوما فعاملهما بما ترجو أن يعاملك به أولادك إذا كبرت قدم لهم الهدايا وابذل لهم العطايا فبها تبتهج صدورهما قدم لهم الهدايا وابذل لهم العطايا فبها تبتهج صدورهما ويدخل ويعظم سرورهما تلطف بهما عند حديثك معهما وتأدب في جلستك بين أيديهما ولا تنظر إليهما بعين غاضب لا تقل أف عند طلبهما لأمر من الأمور اجتهد في الإكثار من الدعاء لهما في صلاتك واغتنم ساعات الإجابة لتخصهما بنصيب من دعائك بأن يطيل الله عمرهما على طاعة الله وأن يحسن خاتمتهما ليس بر الوالدين بالأمر الهيي سيما إذا كانا صعبين في طباعهما لذلك أكثر من سؤال الله سبحانه الإعانة والتوفيق إلى برهما ونيل رضاهما إياك أن يعلو صوتك عليهما وناديهما بأحب الأسماء إليهما لا يقتصر برك بهما وإحسانك إليهما على هذا بل زد على ذلك برك بأصدقائهما لا تقدم ولا تفضل أحدا عليهما في الإحسان والرعاية والاهتمام هذا كله في حال حياتهما أما إذا رحلا فإن من برهم الدعاء لهما وصلة رحمهما كأخوات الوالدين وأخوالهما وأعمامهما وخالاتهما ووصد من يحبان من الناس والتصدق عنهما ما أمكان ذلك سواء كانت الصدقة صغيرة أم كبيرة ومن أفضل الصدقات الصدقات الجارية كبناء مدرسة لتعليم علوم الشريعة أو بناء دار لمن لا دار له الاستمرار بعدهما بالمواظبة على الطاعات والاستقامة على ما يرضي الله جل وعلا فاجتهد أن تكون صالحا لتكون ذخيرة لوالديك أليس قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث وعد منها وولد صالح يدعو له فمن البر بوالديك أن تجتهد في الأعمال الصالحة وأن تجتنب المعاصي لتكون سببا للنفع والخير لهما بعد انتقالهما من هذه الدهر برهما كله خير فبرهما أفضل من الجهاد في سبيل الله وبرهما من أسباب نيل رضى الله سبحانه وتعالى وسبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء ومن إحسانك لوالديك ذلك الإحسان الذي أمرنا الله تعالى به في قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقوله سبحانه وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الطاعة لهما ليست مطلقة طبعا طاعتهما واجبة إلا إذا أمرى بمعصية فلا نطيعهما حينئذ نعم الوالدان هما سبب إيجاد الولد في هذه الحياة نعم تحملا تبعة تربيته والعناية به حتى شب وكبر ولكن هذا عمل يستوجبان عليه الطاعة والبر والاحترام والأدب على أن تبقى الطاعة محصورة في دائرة الإيمان فلا يطاعان بمعصية لأن ذلك يؤدي إلى معصية الموجد سبحانه الله فطاعة الموجد الخالق مقدمة على طاعة المخلوق طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة من كان سببا في إيجادك وهم الوالدان لأنه تعالى صاحب النعم وهو المربي على الحقيقة وهذا يفهم من قول ربنا سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وفي آية أخرى يقول الله تعالى وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يروى أن سبب نزول هذه الآية كان في سعد بن أبي وقاصن رضي الله عنه لما أسلم علمت أمه وهي حمنة بنت سفيان بنت عم أبي سفيان فقالت يا سعد بلغني أنك قد أسلمت فوالله لا يظلني سقف بيت من الضحي أي الشمس فوالله لا يظلني سقف بيت من الضحي والريح وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان أحب ولدها إليها فأبى سعد وبقي الثلاثة أيام كذلك فجاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه فنزلت هذه الآية وإن جاها ذاك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يداريها ويترضاها بالإحسان ولقد استنبط الزمخشري في تفسير الكشاف من هذه الآية من خاتمة هذه الآية استنباطا لطيفا في قول الله عز وجل إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون قال الجزاء الذي تحدثت عنه الآية فلا تحدث نفسك بجفوة والديك وعقوقهما لشركهما ولا تحرمهما برك ومعروفك في الدنيا كما أني لا أمنعهما رزقي فهو لجميع مخلوقاتي واستنبط منها أيضا التحذير من متابعتهما على الشرك والحث على الثبات والاستقامة في الدين بذكر المرجع والوعيد هذا فيما إذا كان الأمر في طاعة فأما إذا في معصية فأما إذا كان في غير معصية فطاعتهما واجب رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كانت النخلة تبلغ بالمدينة ألف درهم وكان عنده نخل فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها فقيل له في ذلك فقال إن أم اشتهته علي وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته استسقت أم مسعر بن كدام منه ماء في الليل فقام فجاءها به وقد نامت وكره أن يذهب فتطلبه ولا تجده وكره أن يوقظها فلم يزل قائما والإناء معه حتى أصبح قال سعيد بن سفيان الثوري ما جفوت أبي قطو وإنه لا يدعوني وأنا في الصلاة غير المكتوبة فأقطعها له قال الخليفة المأمون لم أر ابنا أبر بأبيه من الفضل ابن يحيى البرمكي بلغ من بره أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء ساخن وهما في السجن فمنعهم السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم كان يسخن فيه الماء فملأه ثم أدناه من نار المصباح فلم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح كان حيوة بن شريح وهو أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس فتقول له أمه قم يا حيوة وألقي الشعير للدجاج فيقوم ويترك التعليم كان طلق بن حبيب من العباد وكان يقبل رأس أمه وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها قال مصعب بن عثمان كان الزبير بن هشام بارا بأبيه إن كان ليرقى إلى السطح في الحر فيؤتى بالماء البارد فإذا ذاقه فوجد برده لم يشربه وأرسله إلى أبيه ليشربها زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما وكانا بالبقى زاراك حبوا لا على قدميهما ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنى يا لو صادفا بك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى وسكنت في داريهما فلتلحقا بهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي وعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما وإلى هنا نأتي إلى نهاية لقاءاتنا الرمضانية وعسى الله أن يجمعني بكم في جنة عرضها السماوات والأرض ويرزقنا جميعا ورود الحوض على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نذاد ولا نطرد ويسقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة